على الرغم من أن مخدرات نظام الأسد باتت تهدد العالم وتشكل مصدر قلق لدول المنطقة تفتح الحكومة في العراق أبواب البلاد على مصرعيها أمام نظام الأسد وكأن العراق ينقصه المزيد من الآفات والمصائب صحيفة The Syrian Report كشفت عن سماح الحكومة في العراق للشاحنات السورية بدخول البلاد لشحن البضائع والسلع بشكل مباشر وهو ما أثار مخاوف من إمكانية تسهيل عمليات تهريب المخدرات وحتى العملة الصعبة قرار يأتي بالتزامن مع تقرير لموقع Middle East Institute يؤكد أن النظام السوري يواصل إثراء نفسه من عائدات تهريب المخدرات ويشير إلى أن السلطات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وماليزيا ونيجيريا والسودان صادرت نحو 6 مليارات دولار من الكيبتاجون الذي أنتجه نظام الأسد وقام بتهريبه إلى الخارج الأمر الأخطر أن مسؤولين أمنيين يشيرون إلى أن هذه المضبوطات من مخدرات الأسد لا تشكل سوى 10% من الحد الأقصى مما تم تهريبه ما يعني أن القيمة الإجمالية لعام 2021 كانت نحو 57 مليار دولار على الأقل وهي تصب في رفاهية النظام رفاهية يقابلها مأساة حقيقية فبحسب الأمم المتحدة يعيش أكثر من 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر ويعيش 70% من السوريين على المساعدات الإنسانية في بلد دمر النظام 50% من بنيته التحتية وهجر نصف الشعب السوري لتتراجع قيمة الليرة وتصل إلى أرقام قياسية جديدة لمست 7000 ليرة سورية للدولار الواحد بعدما كان الدولار الأمريكي لا يتجاوز 50 ليرة قبل أن يقرر النظام مواجهة مطالبات الإصلاح والتغيير بالحديد والنار موسيقى